من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يلاحظ أن واسم الهدهد احتلت صدارة في مفاتيح الكلمات التي يراد البحث من خلالها للتعرف على آخر المستجدات في العالم لكن الهدهد المقصود هنا ليس الطائر المعروف الجميل وإنما طائرة مسيرة ذات مهام استطلاعية أطلق حزب الله اللبناني في سماء إسرائيل في خرق غير مسبوك في أجوائها هذا هو الهدهد الذي نتحدث عنه مشاهدين مسيرة مجهزة بتقنيات حديثة مكنتها من اختراق وتجاوز رادارات ودفاعات إسرائيل الجوية لكل يسر على ما يبدو وعاد الهدهد أيضا بسلام دون أن يتم رصده خرج إذن الهدهد في مهمة دقيقة وصعبة للغاية وعاد محملا بحقيبة مليئة بصور وفيديوهات أكثر المناطق العسكرية والأمنية حساسية داخل الأراضي المحتلة في تسع دقائق ونصف رصد الهدهد مشاهد جوية لمناطق في كريات شمونة ونهاريا وصفد وكرمائيل والعفولة وصولا إلى حيفا وميناء حيفا كما رصد مجمع الصناعات العسكرية التابعة لشركة رفاييل التي يتم فيها تصنيع وتجميع مكونات أنظمة الدفاع الجوية الفعالة القبة الحديدية مثلا ومقلع داود مسيرة الهدود قدمت أيضا معلومات في غاية الدقة عن مصاف النفط ومواقع تمركز البوارج البحرية ومباني وحدة مهمات الأعماق وقيادة وحدة الغواصات وصفن الدام اللوجستي باتيام وساعر كما حلقت أيضا طوق مباني حيفا مع تقديم تفاصيل عن أحيائها وبعدها عن الحدود اللبنانية لنشاهد بعض مما رصده هذا الهدهد إذن تسع دقائق ونصف الدقيقة من هذه المشاه هذا ما عاد به الهدهد إذن لكن ماذا عن تبعات هذا الإنجاز على الداخل الإسرائيلي وعن الرسائل السياسية التي تحملها من جانب حزب الله اللبناني متفاعلون على مواقع التواصل قالوا إن الفيديو يحمل رسالة تحذيرية إلى حكومة نتنياه مفادها أن المناطق المشارة إليها في الصورة هي أهداف عسكرية قابلة للتدمير هذا الكلام أشار إليه أيضا حسن نصر الله إذن ما قررت الأخيرة طبعا شن هجوم على لبنان إسرائيل كما يظهر الفيديو الضعف التقني لدى الجيش الإسرائيلي لأنه لم يرصد المسيرة أصلا هكذا يقول كثير من المتفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي أما تل أبي فيبدو أن المفاجأة لم تكن صار إذ أعلنت إقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان عقب فراق المسيرة الهدهد لأجوائها وقالت إنها تقترب من لحظة اتخاذ القرار بشأن تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان وفقا لوزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس على منصات التواصل لاقت هذه العملية تفاعلا واسعة جابر الحرمي وهو رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية كتب ضربة موجئة للكيان الصهيوني ونظرية التفوق الأمني والعسكري إبراهيم مجيد يرى أن هذا إذلال لا سابق له وتهديد لاستمرارية إسرائيل في اعتقاده أما أحمد فيها أنها عملية بطولية تشهد لها الأجيال تبهر العيون يضيف أن الهدهد نفذ استطلاعا جويا شاملا وحلق بكل جرء فوق ميناء حيفا ثقت صورا لكل المناطق الحساسة من مخازن الكيميائيات إلى مخازن النفط ومسحة المسيرة في بصرها على شرايين العدو حسب تعبير أحمد الكاتبة الصحفية صباح أيوب اكتبست بيتا من قصيدة طويلة للشاعر الفلسطيني أحمود درويش تقول أنا هدهد قال الدليل وطارت مننا الكلمات قبلنا الطفان لم نخلع ثياب الأرض عنا وقبلنا الطفان قبلنا الطفان